حرب مباشرة وغير مباشرة تشنها الميليشيا الحوثية الإرهابية على القبيلة اليمنية بقصد محوها جذريا من وجودها الآوينة الأخيرة نفخت ميليشيا الحوثي في كير الصراعات القبلية المصطنع بتدبيرات متسوسة وفق القاعدة المشتركة بين الاستعمار والكهنوت وقانون فرق تسد حيث شهدت مناطق قبلية في نطاق سيطرة ميليشيا الإرهاب الحوثية وعلى محيط الحزام القبلي للعاصمة المختطفة صنعاء حالات ونذر صراعات بينية تستجر نيران ثارات غابرة من رماد الزمان الدفين وتستخدم ميليشيا إيران الحوثية الخلافات القبلية على المستوى البيني أو الداخلي ممرا آمنا للنفاذ إلى النواة القبلية الصلبة ومن ثم تفتيتها بهدوء مريح حيث تنظر ميليشيا الحوث الإرهابية إلى القبيلة مهددا وجوديا لكيانها الطارئ والغريب والدخيل على المجتمع اليمني ومكونا اجتماعيا يمثل عراقة الإنسان اليمني وتجذره التاريخي في قلب المكان وخلال أشهر الهدنة استثمرت الميليشيا الوقت لصالح تعزيز تمددها الوجودي أفقيا في مساحات القبيلة وعموديا في هرم تثبيت السيطرة المطلقة على السكان والمكان دون ما كوابح قبلية في الطريق مستفيدة في الوقت ذاته من وجود قابليات قبلية تجنح إلى امتصاص الموقف المتصادم بتقديم تنازلات إثر أخرى وبالتفريط بقبيلة الثور الأبيض لحماية مصالح قبيلة الثور الأسود بينما سكين الغدر الحوثية تلمع دما بين أعناق الثيران الذبيحة من أضاح الحرب الطيبة